موسيقى صباح الخير وأهلا بكم إلى كلام بيروت صباح الخير الكاتب السياسي للسيد أحمد غزطيفي اليوم اليوم صحف إضافة لكون الأحد بمعظمها ما بتسطور ولكن أيضا اللي بتسطور بالطبعات الإلكترونية ما صدرت لمناسبة عطلتك للأضحى إن شاء الله تنعاد عليك وعلى كل اللبنانيين بالخير والصحة آخر مقال رجعت له كتبته حضرتك في جريدة اللواء يوم السبت الماضي كان عنوانه اشتاقت أرواحنا إلى الشمس والهواء ما مناسبة كتابة هذا المقال ويعني لوهل نشعر وكأننا نحن عم نقرأ أنك لست متفائلا بالآتي من الأيام لماذا؟ صديقك وصديقنا نزار عبداني بيقول إن الإنسان بلا حزنين ذكرى إنسان أنا وقت اللي عم شوف هالكم الهائل من التجرؤ على سكينة الناس وعلى أدمية الناس وبتعاملوا معهم كونهم مش بشر وبيختارونهم الموضوع وبيحكوا عنهم وبيقصموهم كما يريدون أنا عم بحكي عن الحنين لوقت اللي كنا بشر طبيعيين لأنه سترولا اللي صار على مرة تاريخ البشرية إنو الإنسان اتطورت أداته في تحقيق الغاية إنما حاشته بدلتها نفسها تحتاجها للنوم، محتاجها للسكينة، محتاجها للأمان محتاجها لكل هاي الأشياء مثلك مثل الإنسان الأول اللي اختلف هو أنه صرت يتحقيها بطريقة مختلفة إنما الحاجة بعدها أنا عم أقول إنه إيه الشمس والهوى والحرين حاجات أساسية بقية حال حاجات بشرية نحنا لم نعود بشرا الطريقة اللي عم تعاملوا معنا فيها والطريقة اللي خاطبونا فيها بلبنان تقصد؟ نعم 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 بلبنان من لأننا نحنا لسنا بشرا بأعين اللبنانيين وسأعطي مثلا على ذلك لكي أريحك أول شي كلام بيروت بالنسبة لي كأحدا أجي على بيروت سنة التسعة وستين شيت من الأرياف حامل معي كل طموحي والأمال وإذا بدك حملت معي أحسن ما لدى منطاطي ولحتى أجي على هاي المدينة بكل أدم و بكل احترام و بكل خشوع وجيت اشتغلت بصحافتها بوقتها وبالتالي هذه المدينة تستحق كل احترام و كل تأديم وعملنا حربنا فيها وعملنا دمارنا فيها لا يجوز عندما نقول كلام بيروت أن يكون كلام بيروت إلا كلاما إيجابيا وكلاما جميلا يعبر عن هذه المئات الألاف من اللبنانيين اللي ارتضوا البيروت المدينة مكانا لعيشهم و لأطفالهم و لدراستهم و لتقدمهم و لطورة مش لها الخمسين واحد اللي عاديين عايتوا ليل النهار وعملين خطوط تماس مثل خطوط تماس القديمة وبالتالي يعملوا معروف يرجعوا على مناطقهم يتركوا هاي المدينة تحكي كلامة تاريخي اللي هو اليوم أيضا شترونها وكمان أنا بدي أوجه لك هالنيكي بذكرى الـ 97 لأعلان دولة لبنان كبير اللي هي أيضا في مثل هذه الأيام وقت اللي التقى البطرك لحوية والمفتي نجا وعلماء جبل عام اللي اجتمعوا وبالتالي أعلنوا دولة العيش المشترك التي ما كانت لي تكون لولا أنه تجربة بيروت المدينة اللي صارت من سنة الـ 1830 للـ 1920 اللي نعملت فيها الجامعة الأمريكية والثلاثة أقمار والمعاصد بين الأمس واليوم سيد أحمد قداش الفرق شاسع هلأ عام بكل هذا أسباب أو قداش بعدنا اليوم بعد مئة سنة عام نبحث على تحقيق لا نحن لا نشكه ما كنا عليه بكل صراحة هذا مجتمع ربي على خطوط التماسي اللي عم يدينه الشأن العام بالبلد ربي على خطوط التماسي أيضا اليوم منها النيكي أيضا في مثل هذا اليوم فقدت بيروت انسيابها مثل اليوم نقطع هالمسار الديمقراطي اللي كان عم يقص الحاله يوم بعد يوم وكنا بلشنا عمرنا بلدنا وحررنا أرضنا وانتظمت حياتنا السياسية انتخابات وراء انتخابات في مثل هذا اليوم صدر القرار 1559 بسبب رعونة فريق معيان على مسألة التمديد وبالتالي هنا دخلنا دخلت هذه المرحلة كل هالمصائب اللي عم تشوفيها سببها انه انتي باتنين أيلول عملتي قرار التمديد وضربتي على صدر رفيق الحريري وهددتي وهددتي فلان وهددتي فلان وهددتي فلان وبالتالي فتنا بمسلسل الاغتيالات والهجومات نتيجة قرار التمديد الذي فشل واضطرنا لحتى ننجحه نقطع الطرقات ونعمل اعتصامات وبعد لليوم مفاعل هذا الأمر يعني مفاعل الاتحاز هو اتجاه يا رولا تتوالى بأشكال مختلفة هو اتجاه كنتي رايحة هيك عاملة باريس 2 حضرتك سماتيك بالأخبار عم تقولي انه الرئيس سعد الحريري طلق من ماكرون دعوا تولى ثلاث اجتماعات مشال لبنان هذا الاجتماع اللي التقى في عامل مقابلة على تلفزيون مستقبل بوقتها الرئيس الحريري بعد باريس 2 قالوا انه انا عم دافع عن ماضية بمعنى صر خطأ ومستقبلنا بخطر وبالتالي رغم انه عمل كل هذا الانجاز بباريس 2 الذي ما هو باريس 2 باريس 2 هو انه جاءت الدول اللي تقول لبنان كاد ان يصبح دولة وبالتالي هذه حزمة الاصلحات شرفوا اعملوها يعني اليوم الرئيس سعد الحريري عم بيرجع بيجرب ان يضع الامور على السكة التي يجب انه مفروض لبنان يكون فيها بل لما نعطي كردت للرئيس سعد الحريري رئيس سعد الحريري انتي وقت اللي بتكوني ما اعتبره انه انجاز عندك وشطارة عندك ونجاح لقلك انك عملتي شغور رئاسي سنتين ونص وبتجي بتعاقبي وبتحاسبي وبتنتقدي على اللي عمل الانجاز السياسي الوحيد بالسنة الماضية هو انه نحن عبينا الشغور الرئاسي نعم اما عنا انجاز سياسي ليه انتي عم تحكي هذا الحكي الان ليه هذا الانقسام وهذا الانتظام السياسي ليه عملتي موازنة ليه زبتي الرواتب ما لم يكن لديك رئيسا للجمهورية ما كان عندك انتظام سياسي نعم يبقى الانجاز السياسي الوحيد هو ملء الشغور يبقى مجتمع التعطيل يعمل مهروف خلاص شو اللي اصدت وقت لقلت بمعالك اعادة عقارب الزمن الى الوراء او البقاء حيث كنا ولا نزال بين الدولة ولا دولة نعم هل بتعتبر ان ما يجري اليوم هو بهدف اعادة عقارب الزمن الى ما قبل 14 بارة 2005 هو اذا بتريدي هي تبدأ الفقرة بانه سنوات سنوات وسنوات بحلوها ومرها مع روح وطنية مضطربة مع روح وطنية مضطربة نعم من امتى هل سنوات بلشت بالألفين وخمسة بين السير بالدولة والمجتمع نحو التقدم نعم او اعادة عقارب الزمن الى الوراء او نبقى حيث كنا ولا نزال واليوم بين هالا احتمالات الثلاثة وين بتشوف لبنان بعدنا نحنا قولا واحدا قولا واحدا وهو السبت الذي سبق هذا السبت انا قلت انا لبناني سابق السابق واللي قبله انا قلت لبنان والدولة المستحيلة لبنان لم يعرف الدولة بحياته من يوم في مسعى لاعادة يعني اعطاء شكل من اشكال الدولة ستة لله سنة 48 سنة 48 كان عندنا جيش وشعب ومقاومة لانه ملنا جيش للانقاذ ورحنا على تحرير فلسطين طلعنا بالنكب بالـ 58 كان عندنا السورة جيش وشعب ومقاومة وراح بالـ 67 نفس الشي بالـ 65 طلعت فتح ودخلنا بالـ 69 قونا الناعة بالـ 75 بالـ 82 بالـ 98 المسألة قديمة يعني مش حد تكرر منذ القرار الـ 81 اللي هو طلع بـ 29 نوفمبر 1147 بقيام دولة اسرائيل وأنت حتى هذه اللحظة الدولة الوطنية لن تقوم لا في لبنان ولا في سوريا ولا في أي مكان من المنطقة الدولة الوطنية لم تقوم في وقعية من أنت موجود بهذه المنطقة وبهذا المحيط يعني هنا لا يمكن النظر إلى النصف الملآن من الكوب واليوم في لبنان مؤسسات تعمل رئاسات تتعاون كيف أنت بدي كيس كلنا عم بيعيدوا الجيش صار لن يومان الجيش بدون اقتصاد شو بيعمل نين جيب له سلاح نين بدفع رواتب العسكريين في مسألة إعادة العجل الاقتصادي هذا هو المسألة التكيف بع الأزمة لا يجوز إدارة الأزمة لا يجوز أنا أريد دولة مكتملة العناصر الجيش قوي يقوم بمهامه القضاء سلطة مستقلة النظام الاقتصادي في تحفيزه مين بيعرف شو بدون نستثمر شو عمل على المولاد ليش اليوم مين مش مخلى الجيش يقوم بالعكس كل المواقف الجيش اليوم عنده إجماع لم يسبق له مطيل قولا وفعلا وبالتالي متحت الطاولة وفوق الطاولة ولذلك الجيش عنصر من عناصر مكتملة يعني أنا هيدا الجسد إذا أنا عندي إيد وما عندي الباقي شو بيعمل مسألة مسألة الدولة الجيش هو صورة الدولة قوى الأمن الداخلية صورة الدولة القضاء هو صورة الدولة البجلس النيابي الحكومة المؤسسات القطاع الخاص كلنا مجتمعين الدولة هي انعكاس لتماسك المجتمع هي فرصة اليوم انطلاءا من التماسك والوقوف خلف الجيش من قبل الجميع على الأقل كما يظهر فرصة اليوم لإعادة يعني إطلاق الدولة بكرة هي تغير الموضوع بجمعة الجيش مش نفس الموضوع بجمعة الجيش شو رح يكون الموضوع سألي العشرة اللي بيطلعوا خمسة من هون بيسبوا خمسة هون من سبوا نحن منهم نتفرج طب شو موضوعنا شو موضوع اقتصادنا شو موضوع مستقبلنا شو موضوع صناعتنا شو موضوع زراعتنا شو موضوع كهربتنا شو موضوع مطارنا كله هدا شو بعد سنوات مش شأة يعني لازم ينطنعط الأمور وقت 2004 ما كنا هيك 2004 كنت عارم ما هو بعد تطورات اللي صارت من وقت اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري حتى اليوم 11 سنة 12 سنة ما بده وقت تترجع الأمور تنتظم بعد نفس الجهة التي قالت ممنوع نجاح الدولة اللبنانية لا تزال موجودة وقائمة وأقوى من المزيقابل عادي شو لو تغير المشكلة إنه كان عندي قصتين نجاح بالبلد قصة نجاح تحرير الأرض قصة نجاح إعادة أعمار يبقى كان لازم اتنينتون يدوبوا بالدولة ما دابوا بالدولة هاي دي راحت هلا إذا بتقولي للطرف التاني انت مين ناقصك بيقولك ناقصني الشريك القوي اللي كان عم يعمل مشروع تاني التاني تاها تطلع يا سترولا كل اللي اغتالوا كل اللي اغتالوا كان لهم قصص نجاح وما من شتيمة ما فيونوا واحد يعني موسى بالحزن ما بعمليش اسماته عم يسب حدا محمد شطح يا سلام أغطيني حدا من الشتيمة نأثر أبدا ولا ولا حدا تعرض للاغتيال الاغتيال هو اغتيال للنجاح ممنوع النجاح بالبلد بعده ممنوع هذا النجاح طبعا شو الأسباب شو الأسباب اللي بدي يخليه مسموع فيه تقاطع ظروف معين اليوم يمكن بالآتي من الأيام وينه النجاح اللبناني وينه النجاح الإعلام اللبناني وأنا أقول على رسلشات مبارح كان رئيس حكومتنا عم يزور كاميرو مبارح أحد الوزراء ماكرون أحد الوزراء صدفة هايك جاب سيرة طبعا دسالة فرنسا عم تقاتل بمجلس الأمن عجل لبنان نعم لعم 1701 وكان اللي عم يصير بجرود أرسال هو جزء من 1701 والسجال دير بين فرنسا وأمريكا على طاولة مجلس الأمن بسبب 1701 روح يسألي اللبنانيين شو البيان اللي طلع ونشرح لهم شو اللي صار بمجلس الأمن وشو كان بده الأمريكاني من هزه القوات وأسألي أكتر من هايك أسألي 128 نايم من النية الدول اللي مكون منها القوات الدولية قوات اليونيفل سأليهم كلهم قداش موازنتها سنوية عندك 11 ألف جندي يعني عندك قد الجيش اللبناني بالجنوب يونيفل والجندي اليونيفل بيكلف قد 20 جندي من اللي عنا هلا اللي عم بيصير من موقف أمريكي تجاه قوافل داعش وعائلاتهم يعني البياني اللي صدر عن حزب الله بهذا الخصوص وتطورات طبيعي تطورات راسب علبك والقاع وجرود عرسات كلها رح نحكي عنا بعد ما نتوقف مع أول فاصل لبنان بسباق بين صحب الفتائل وشد الحبال عنوان اليوم افتاحية جريدة الراي الكويتية بالشئ المتعلق بتطورات في لبنان وبإطار ما كتبت الصحيفة عن ظهور رئيس الأسد على مقرب من الحدود مع لبنان بأول أيام عيد الأضحى واعتبرت أن هذا الأمر لا يخرج عن سياق تظهير الأبعاد الاستراتيجية لتطهير الحدود اللبنانية السورية بالتوقيت يلي حددوا حزب الله أولا قراءتك للتطورات هل بتوافق أنه جرت فعلا بالتوقيت يلي حددوا حزب الله بالجرود اللبنانية يعني من عرسل راسب علبك نحن انتهينا عند الموضوع الاعتراض الدولي أو التحالف الدولي على وصول القاعي لداعش لمطرح ما بعتوها دير الزور نحن بعتوها على المعركة القادمة في الأيام القادمة اللي هي بجوار الأكراد بعد التحالف العسكري الشديد جدا بين تركيا وإيران على أعلى مستوى وأمام أعين كل الناس واللي هو عكس حاله على كل هذه لملمة الأوراق الجانبية من أجل معركة أساسية لأنا برأيي أقول لللبنانيين أنه بـ 25 أيلول إذا صوت الأكراد اليوم مصلحة الدولة والانقسام نحن أمام عراق اثنين عراق واحد كان 2003 اللي أدى إلى كل هذه الفوضى بالمنطقة قيام الدولة الكردية سيدعو إلى كثيرين يطالبون بحق تقرير المصير وأصبح هناك أنه في كتابات رفيعة المستوى في لبنان الأسبوع الماضي ومن ناس محترمين يقولون بحق تقرير المصير في لبنان؟ طبعا طبعا والناس محترمين جدا وأنا بحبهم بحترمهم كنوا صريحين وصادقين وقالوا حق تقرير المصير سندخل في مرحلة موضوعات إنشاء دول في المنطقة تقسيم يعني تفتيت الدول نشوق دول جديدة يعني مثل ما صار بجنوب السودان وهيك بتكون إسرائيل دولة قوية وسط دول متناحرة من الفرات إلى نيل سترولا الفرات يدخل إلى العرب من جنوب السودان النيل يدخل من جنوب السودان والفرات يدخل إلى العرب من كردستان بالتالي بتكون قامت إسرائيل دولتها من الفرات إلى النيل ما أنه 7-8 ملايين يهودي بالعالم ما بدون ينتشر أي واقع إذن أو أي عنوان سيحكم الواقع اللبناني من الآن فصاعدا أنا برأيي اللي بيسمع جيدا طبعا هو سيد حسن أصر الله قال عدة خاطب عدة جهات بخطابه أول شيء والأول مرة ما بده يدمر إسرائيل استوقفك هذا الأمر قاله للبناني طبعا لأنه أبلش خطابه أن نتنياهو هائج وسائر والأمريكان سائري هذا الكلام ما كان أسرار لا بحركة نتنياهو الدولية على الروس وعلى غيرهم ولا بحركة الأمريكان بمجلس الأمن بموضوع لبنان والحديث عن حرب قادمة بالتالي أنا بعتقد أنه جنوب سوريا وجنوب لبنان جنوب سوريا تحديدا اللي هو المنطقة المعنية فيها إسرائيل واللي هي ضامة الجولان هي الأهدأ اليوم ضامة الجولان وبالتالي أنا أعتقد بأنه إذا مشت قصة كردستان ستسعب حالة على أمور أخرى وبالتالي يجب أن لا نتفاجأ بأن تدخل إسرائيل إلى الميدان وهون بيستدعي هذا الأمر كونه نحن مجتمعين أنه نحن العدو الأساسي الإسرائيلي يجب أن نضع خارطة للمواجهة هذا اللي قاله هو أنه رحوا أعملوا خطة لتحرير مزارع شبعة رحوا أعملوا مخاطباً الحكومة اللبنانية قال لك إعلامية سقافية نعم عددها يبقى هو عم يرد عليه كانوا عم يقولوا استراتيجية دفاعية قالوا لا بتكن تهم لحسابكم استراتيجية لحتى مسترد حربية وأنا برأيي هو كان يعني أن يضع جمهوره أمام احتمالات أنه هذه الإسرائيلية جنين وقد يكون هناك شيء ما يعني هل علينا في لبنان أن نخشم من شيء ما دائماً إذا كان عديد وهل ممكن يتكرر سيناديو لعام 2006 ومتى لك السيد حسن بأبي عظمة السين ونهار الخميس قال لك أنه كان يريد أن يذهب شخصياً إلى بعلبك ولكن الأخوان قالوا له بلى وجهة الرأس لأنه إسرائيل على الخط طيب بس الوضع اليوم غير لـ 2006 إذا كانت إسرائيل قادرة على منع حضوره بالتالي قادرة على أنه تعمل بلا كبير بالبلد ولكن إسرائيل مرتاحة أستاذ أحمد لما يجري يعني تورد حزب الله بالقتل بسوريا هالتطورات اللي عم بتصير بالعبس في حكي تاني مع نتنياهو بعد انتخاب جباي وزهو صعود حزب لابين جباي مغربي عربي صار الآن زعيم حزب العمد بالتالي الآن كلنا عم يقولوله وتفرشت بأكثر من الزوم لناتنياهو لما أنت بتجي بتشوفي الوضع السياسي داخل إسرائيل لا المأزوم رأم واحد نتنياهو طيب بالنسبة للبنان قصة التطبيع مع النظام السوري هل راح تكون عنوان مشتعل في المرحلة المقبلة معطوفة على زيارة بشار الأسد للحدود؟ أنا برأي هو القادر على شراء الوقت عم يشتري وقت له ولا لغيره من هو؟ أي واحد عم يشتري وقت يخلق موضوعات ليست موضوعات التطبيع مع النظام السوري مش موضوع يسعى إلي حزب الله بقوة طيب وبالنهاية يعلم أن هذا موضوع انقسام داخلي طيب بس عم بيصير متبع لأجمع تجي في اجتماعات قالك بصراحة أنا ضد السعودية وأنت ضد سوريا نعم بالتالي أنا برأي هذا شراء وقت للأزمة أنت عم تشتري للأزمة شراء وقت لإدارة الأزمة نعم نعم مش للحل لأنه الحل مع النظام بدنين كنها سنين كانت الأمور إدارة أزمة تماما اليوم الرئيس عون منه بمحل معين منذ أن دخل قادر يحل هذه الأزمة أبدا كيف بده يدير لأنه الحزب يثق به هو إذا يثق بأجراء بأنه لا يخالف أجنته نعم بالتالي هم بدنا ناخد مسألة سترولة أنا ما لازم أنا عم بحكي معك فكر بسوء النية تبقى باتجاهي بدي فكر بحسن النية تجاه حالك نعم أنت بتعمل مصلحتك وأنا بعمل ردة فعل عليها الحديث عن بشاعة الفعل يجعلوني أقل بشاعة نعم لكن ما كان الرئيس الحريري عم يعمل شي تاني وهنا عم يعملوا شي تاني كان في شيئين عم نختار بيناتهم نعم لأن فعله ردة فعل فعله ردة فعل فعله ردة فعل شي الوحيدة لقدرنا نعملونه نحنا عملنا تسوية سياسية لحتى نعيد احتمال أن نعود جميعا إلى الدولة وأنا برأيي مكونات الحكومة بعناصرها ممتازة تب ليش يعني هل تسوية ممكن الحكم عليها اليوم؟ أنا برأيي أنا تسوية أنت جبتي للكهربا شو عم بعمل أنا بالضاوة؟ لا تسوية السياسية أنه عادت عجلة الدولة لتدور هذا معنى أننا فاشلون لنعرف الدولة عرفتي كيف؟ أنا ما بنعرف الدولة لذلك منميز بين الأمن العام ووزير الداخلية وزير الأمن العام بتحت وصاية وزارة الداخلية نعم بترك بلد وشو بيصير فيه؟ طيب بس هلأ من الآن فراي فصاعدا بتوافق ما قاله ليس حرفوش بالحياة اليوم عن أننا سنع يعني نحن في تعايش بالإكراه في لبنان كل عمير وبالتالي لأنت ممكن تستمر هذه الحالة يلي بمحل معين وكأنه فيها انفسام كل ما لبنان طوايف وجماعات هو تعيش بالإكراه بس لبنان كمان بلد الرسالة مشيك قال عنه قديسة الحبر الأعظم يعني كل إذا بدأ نشوف الوجه التاني من الموضوع سيدتي في 1919 في مؤتمر بيرساي بعد الحرب العالمية الأولى تأسس لبنان بما هو منارة ثقافية كانت المطبعة فيه وكانت تعليم الألزامة وكانت الجامعات والإرساليات موجودة في 1945 تأسست اليونسكو بما يشبه لبنان واضح؟ بالتالي مين هو الآن؟ مين هو اللي بيقرأ جريدة من كل الطبعة السياسية؟ مين؟ عندك شاعر؟ ما عم تظلم بس تعمل إستاذ أحمد؟ نحنا منحط سماحيل شوي نحنا منحط أقل شي 100 مليون دولار على المهرجانات ما عنا أوبارات سادوية طب كنا نحط 10,000 دولار يطلع عندي دولي بالهوى يطلع عندي فخر الدين مش مش زمن تحول؟ لا ما في استهلاك ما هو زمن صار استهلاكي؟ ما بالتالي وين المدينة؟ ما هرحت المدينة؟ وين المدينة؟ لما الأمور بدأت تواكب العصر مش العصر عم بيتغير كله صور؟ العصر بيروح أكتر نحو الفرد والمدينة والدولة المدينة ما بيروح أكتر نحو القبيلة والطايفة والعنصريات اللي عم تخلق لي كل يوم مش معاوض الفرد ضاع بلبنان أعطيني بالتعيينات حدا تعين على أساس الكفاءة ولا حدا من عند كل الطوائف ليسوا أفضل ما لدى الطوائف؟ إن لم يكونوا أسواهم يمكن لأنه نحنا قدمين على موسم انتخابات؟ مثلاً أي انتخابات القانون الجديد بالموسمة كيف شفتوا القانون الجديد؟ أعاد التكوين السلطة ليش يعاد التكوين السلطة؟ لم يفتح المجال أمام النخب المجتمع المدني ندخول إلى السلطة ندخول إلى السلطة الدولة أمر آخر السلطة في سبيل إقامة الدولة الدولة النخب ببلاد العالم ما بتروع الدولة لأنه عندها حماية حريتها وابداعة وتفكيرها ببلاد العالم اللي عنده اليوم الكونجرس الأمريكي بالشهر الماضي طلب دراسة لاعادة التحفيز على العلوم الإنسانية اللي عنده وجهة نظر حرزانة بالعالم لا يقعد يعطي محاضرة أو يجي مثله يقعد ساعة بده بده مئة ألف دولار عليها مش إنه نعمل مئة واسطة لا يطلعوا أحدهم لا مش هيك صاحب الرأي وينه؟ صاحب الخبرة وينه؟ عم يحمل حاله ويروح على دول بتعرف إيمته نعم هاي الدولة الاستيطانية دولة الاستيطانية عم تدور على الخبرات وعلى الرسامين هاي ده الرأسمان الإنساني هاي ده اللي دار بأوروبا بعد البريكسيت شو صار بالبريكسيت؟ إنه رجعنا للقبلية فكفكت أهم تجربة بتاريخ العصر حديد تجربة الاتحاد الأوروبية طيب العودة للبنانياتنا عندما يتهم حزب الله أمريكا بمنع المساعدات عن عائلات تنظيم داعش ويحذر أو يحمل الأمريكيين مسؤولية قصف قوافلهم ويطالب المجتمع الدولي بالتداخل لمنع ما وصفه بالمجزر البشعة كيف تقرأ هالكلام؟ أنا بعتقد أنه أنه لم يكن الذي يحصل في جرود لبنان لم يكن منفصلا عما كان يدور في قاعة مجلس الأمن حول مسألة وظيفة اليونيفل لازم يعرف اللبناني أنه كان الأمريكيين عميطل أنه اليونيفل يعتقل وأنه يداهي وأنه يفتش بيوت طبعا لازم اللبناني يعرف شو كان عميطل بموضوعه ما كان عميطالب بتنسيح صلاحياتها ما في لبناني بيعرف شو تغير بنص الأرار تغيرت كم جملة وبالتالي قال الوزير الخارجي هل هي آخر سنة منقدر نحصل على اللي حصلنا عليه ولو ما الفرنسي والأوروبي مساهمين بـ 70% من الأمريكيين من الأمريكيين ما كانت قدرت حصلت على هايك أرار وين تغير وين تغير هالأرار؟ بأي نقاط بمعنى التأكيد على الوظائف الكزا لأنه 1700 وحد مش بمتنه الـ 1559 أساسه لذلك أنا حباية تقل لك أنه الـ 1559 ما هون فترقنا ما فترقنا بـ 2 أيلول 2004 حدثك كنت مع أنه تتوسع صلاحيات اليونيفول على الحدود الشرقي يشملي أنا مع أن اليونيفل نكفل من البلد ونتولى أمرنا نحنا شو مين قال أنا ناطر حتى أنه المنطقة الأكثر أمناً بلبنان هي منطقة اليونيفول طب ليه أنا مش قادر أعمل نفس الأمن بباقي المناطق هلأ بالحدود من بعد تحرير جرود اللبنانية ما صارت كمان أكثر أمناً كيف؟ إنه نحن إجا وقت نحتاج للشمس والحرية أي التعبير عم ما في داخلنا طلّ هاي الأفونا اللي خبينا منخبي منخبي منتشاطر هاي الشطارة ودتنا على العمى بالموضوع الأبرز مسألة العثور على جثمين الشهداء العسكريين دبنانيين اليوم معلومات الحياة بتقول أنه تم التعرف على سبعة من أصل تسعة هل مسألة ومطالبة الرئيس عون بالتحقيق بأحداث عرسال عم ماذا يجي البحث تحديدا عن شراء وقت شراء وقت هل في خوف من أن يعني مثل معالة اليوم جريدة الحياة أنه في خشة من إدخال القضية بغيهب السياسي فيجدد فريق اتهام آخر بأنه حالة دون الهجوم على العرسال يعني ترجع القصة بين فريق وفريق اتهم آخر خدي الحكي المباشر على أنه بدك ترجع هلأ كل النزحين نفس شي عم تختاري موضوعات خلافية ما إلى حل أنت عم تشتري خلافات عم تشتري عم تشتري وقت بانتزار حل الخلافات عم تشتري وقت بالأزم حتى لأنه شو أهمية الأزمة أنه ما حدا بيطالبك بالحلول استراتيجية ما الذي يضمن أنه تبقى الحكومة قادرة تتحمل وزر هذه الأزمة لو عم بتمشير الوقت ما الذي كان يضمن أن يبقى لبنان لو لننتخب رئيس جمهورية وبقيت الحكومة التصريف الأعمال يعني بعد سنة ما كان قادر التمام السلام كان عم يحكي صراحة أنه أنا ما بقادر يحمل رئيس الحريري لأي مدى بيقدر يحمل أنا برأي الرئيس الحريري صنع صنع تسوية كتار كتار كتير من معه فيها واللي مش معه بعد ما اقتنعه فيها واللي مش معه طرفا لأنه كان لأنه مفروض لما أنا بقلك يا سترولا ما بدي أجي لعندك بدي أقادر روح على محل تاني طالعا مش قادر أنت تنتخب رئيس جمهورية أيا كان اللي بتحبه يبقى ها التسوية كان لازم تصير كان لازم نرجع للمؤسسات بالحد الأدنى لنحفظ وحدة السلطة وليس وحدة الدولة بما هي شكل من أشكال تماسك المجموعات داخل فكرة الدولة وليس الدولة الدولة هي انعكاس لتماسك المجتمع المجتمع بيصير جسم طبيعي بيولد أفراد بالنسبة للمطالبة الرئيس بالتحقيق مصادره اليوم بتقول أنه الغرض الأول للمطالبة ليس المسائلة السياسية للمسؤولين بتلك المرحلة بل البحث عما إذا كانت هناك عوامل جرمية يعاقب عليها قانون العقوبات عم بتمن هون رئيس الجمهورية أو عم يبعث برسائل بعجمي أنا برأي هو السجال اللي صار أنه اتهام حكومة الرئيس مياتي وأنه كانوا بيعرفوا من أربع سنين أنا مزيد من هذا الموضوع أنا شخصيا من أول النهار يعني ما بعتقد أنه أنا لأي أن أستخدم دم الناس بأمور سياسية أنا بالنسبة لأمي برأيك موقف الرئيس هيدا اللي قال فيه أنه مش لأغراض سياسية انتشل القضية من التراشق السياسي أنا برأي لا الرئيس ولا الحكومة ولا المجلس النيابي عنده عنده سياسة لبعض سنة يومي يومي بكرة بتخلق على الأقصة من ننقل شو راح يكون عنوان المعارك الانتخابية المقبلة وكيف ممكن تكون أشكال خلينا ناخد بريك لنحمل الموضوع بتفاصيله لبعد التوقف مع هذا الفاصل بريك نعود لمتابعة الحلقة معك أستاذ أحمد الغزق الكاتب السياسي وانطلاقا من كل يلي أشرنا له من بداية الحديث حتى اليوم ما هي العنوين التي ستتركز عليها المعارك الانتخابية المقبلة سيما وأننا يعني تقريبا على بعض أشهر من الانتخابات النيابية الطبيعي أنه أول شي من هون لست عيار سبع عيار عمر اثنينة سبع عيار تاريخ خدعي وست عيار في مشانق بست عيار أنا بعتقد أنه من هلأ إلى وقته كنت عم بتغدى أنا وصديق بيهتم باستطلاعات الرأي ونشر استطلاعه جهور رمزي الحابس درس استطلاع بالنهار من يومين النتائج بتقول أنه حتى الناس الناس مش مهتمة بالانتخابات مش مهتمة انطلاعا من يأسى بأنه تبصل طبقة جديدة أم انطلاعا من قناعة أنه ما رح تصير الانتخابات الأول الأولانية التانية اللي هي أنه ما حتزير الانتخابات اثنين بلش الحكي الرسمي على أنه البطاقة الانتخابية ما حتزير طيب بتمشي مثل العادة في حكي تالت ورسمي بيقول أنه هذا الانون ما بيمشي ما بيمشي ليه لا سعوبات تقنية أول شيء جزء منه هو التقني راح وبالتالي صار بدك تعديله بانون لأنه هلأ البطاقة الممغنطة جزء من قانون الانتخابات طيب لو فرضنا أنه بدأت تصير الانتخابات كانت قبل بال2005 وال2009 معروفة عنوين المعارك بين 2008 و14 اليوم تغير هذا الوضع أم أننا سنعود إلى الاستفاق بتطورات معينة تعلمتها بحياتي بعدين خلينا نوجه التحية كمان اليوم يعني عشية اغتيال بشير نعم بالتالي كمان كان موجود ومال الدنيا ما بقى في منه حدا بالتالي خلينا نكون صالحين بلبنان الظرف هو الناخب الكبير الظرف والتحالف رهن الظرف الظرف ممكن نصها بده يكون وفده من البلد متل ما صار ببعض مراحل يعني أنا عشية 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 الـ 84 85 الـ 2005 لمين كان بيقدر انه هاي النواب اللي اجت نواب بتيجي نواب طيب الموضوع كله كان عم نحكي عكت لي تسع نواب أو عشرة نواب صرنا 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 الأكتر طلعنا على 80 نا يبقى طيب طيب سؤال ممكن هالظرف يجمع الضاد ممكن يجمع الضاد ممكن ينفي أو يفرق خلفاء طبعا ممكن يغير التحالفات ممكن يغير أولويات ممكن يغير رموز أنا ما بعرف أنا بعتقد أنه نعم أنا أقول للبنانيين نحن جايين منزو من بعد 25 أيلول لهو استحقاق الكردي جايين على التطورات بالمنطقة ممنعف لو انتخذنا مختلف أي التطور هو الأكثر إيجابية بالنسبة للبنان أن يصوتوا بنعم أم بلا أنا برأيي بلا في حرب وبنعم في حرب وأيها أقل وطأ على لبنان كلاهما سيكون له تأثير الأساسي في لبنان ماذا لو لتأت الإرادات اللبنانية على تحييد لبنان غير متوفرة هذه الإرادات ليش ما هي حفظت الأمن حتى اليوم من بداية الأزمة السورية خمس سنوات لأنه نحن بعدك عم تحكي سترولة عم تحكي باستخدام لبنان حديقة خلفية للمتصارعين في سوريا لم يعد يعني في انتباع لم يعد كذلك يبقى الوظيفة اللي بلش ما قال لهم السيد ناصر اللي بتاعوا لأن نختلف بره يعني مش بلبنان الآن الميدان السوري ليس للأطراف الصغرى ميدان السوري للروسي وللأماركاني وللتركي وللإسرائيل وللدول الكبرى لم يعد الميدان السوري حديقة خلفية للنزاعات الصغرى حطين عائلاتهم هون والتالي حافظوا على لبنان بيستخدموا مطاره بيروحوا بيجوا اللي معهاد واللي معهاد اليوم تغير الأمر اليوم أنا برأيي هادي مرحلة لبنان الحديقة الخلفية للنزاع السوري انتهت هلأ هل يكون لبنان منصة للحلول في سوريا هدا عمل يحتاج إلى نقاش طويل وطويل جدا ممكن لبنان يخطف هالمناسبة ويكون كذلك غير قادر لبنان على اختيار اختطاف المناسبة قد يعتمدوا الآخرين لبنان يعني مثلا تحكي أنت عن تموضع فرنسي بال2018 حتى اللي بالنسبة للأمريكي وقات يلاقوا هذه الأهمية هو بدي يتموضع بدي يستثمر عملا بدي يستثمر بالبنى التحتية طبعا هل يكون جزء من الاستثمار بالبنى التحتية تطوير مرفق ترابلوس أو إعادة عمل السكة الحديد اللي هي لا تزال امتياز فرنسي في لبنان حتى تشتغلي بين حمسو وحق بين حمسو وترابلوس اشياء كتير هيدا بدي بدي وضع بدي وضوح اللي بيعرفوا بالبيزنس عم يلحقوها على سوريا بالحديث عن البيزنس وعودة السكة بالحكومة اللبنانية طالما هلأ في حكي أنه إذا استثبت الأمور في سوريا بالشكل اللي هي في اليوم لبنان أمام فرصة ليكون ركيزة لإعادة أعمار سوريا وتنطلق منه كل المبادرات عودة السكة بهذا الموضوع كيف ممكن يتحدث أنا بعتقد أنه أنه نحن رحين على دولة اقتصادية اجتماعية نعم في كل المنطقة ولكن ليس قبل الدولة الفلسطينية ما هدا يفكر اللي بيستقر من الوضع في سوريا وفي العراق بمعزل عن موضوع الدولة الفلسطينية ولكن هالموضوع هلأ بثبات يعني ما هدا عم يجيب سيرته بقى حتى بقى ده أنا اللي ما بيكون عندك وفد أمريكي رفيع المستوى الأسبوع الماضي ما هدا بيجيب سيرته على الإعلام بخيادة جاريد كوشنر وبينطرح 25 يوم كمان بدك تشوفي مين اللي عم يعتم من اللي عم يطفي الضوء على الناس ليتابعوا الأمور اللي بتتعلق بمستقبالهم مش بلحظتهم شخصية ترامب قداش هي بتساهم أو يعني بتكون عامل مساعد أو بالعكس معاركل اللي امكان الوصل لحل نهاية أنا بتأهد أنه ترامب هو أنهى شيء اسمه بيكر هاملتون ب ب ب أمريكا عمل بال2007 واللي كان وراء الانسحاب من العراق واللي اللي عم شوفه أنه قد ترامب لا يكمل مهمته وليته يعني وليته لأرجح أنه البنتاجون يتقدم أكتر للحفظ ما تبقى من العهد الجمهوري وهذا له أسبابه لما مشوف نحنا هلقد مستوى سوء العلاقات الروسية الأمريكية لأنه إذا ترامب بده يتير لأنه التدخل الروسي بأمريكا سيكون له أكلفه على الروس بالعلاقات مع الأمريكا يقال أنه اليوم العلاقات عم بتمر بأسوأ مرحلة موضر حرب الباردة بسبب التفتيش يبقى هدا هياكوز حاله على سوريا لماذا أنا بدي ساعدك بسوريا بده بيعطي فرص لناس تستفيد من هالهوامش وتفوت على الخط ويدخل على التموضع آخر من الميدان السوري بحرب الكبار شو بيقدروا يعملوا الزغار مثل اللبنانيين أستاذ أحمد مثل اللبنانية على الأقل قسم كبير منهم متعلم هذا تماما هذا تماما هون الله يرحمه سامير فرنجية كان يقول يجب أن ينقسم اللبنانيين الآن من استفاد من التجربة ومنها لم يمستفاد أديش نسبة المستفدين من التجربة اليوم المستفدين من التجربة أكتر فإذا إيد وحدة ما بتزقف من تنميل إذا أرادت يد أن تقوم بأبيع ولذلك أنا وقت لحكيتيني قبلت أجيب معك لحتى أحكي معهم مش عنهم هاو دي اللي عم تمرجل وبيحكوا عن الناس وبيدعوا أنه الناس غريزيين وناس بيكرهوا بعضهم لازم يتوقف أنا مبارح اتصل يعني لقيت اتصالات من ناس مصريين وجهلهم تحية وناس بالمغرب بتابعوا أمورنا بطريقة أفضل مننا لبنانيين أنفسهم لا لا مصريين ومغاربة في ناس عيد ميلادهم كان بتقول قلتلي بالبريك جايين على لحظة ما بتشبه كل اللحظات السابعة يعني هيك إذا ما نعمل هيك مثل خلاصة نختم فيها هذه الحلقة معالم هذه اللحظة بإجاز وكيف ممكن لللبنانيين يستثمروها بطريقة أقل كلفة عليهم وأكثر ربحا لهم أول شيء أنا برأيي أنه على اللبنانيين أن يعترفوا لمرة واحدة وأخيرة بأنهم لم يقيموا دولة ولا يعرفون الدولة لكي ندخل إلى عمل ياخدوا كتاب يتعلموا أيوة وهي دولة اقتصادية اجتماعية ليست دولة ايديولوجية عسكرية كما حصلها بالمنطقة مثل انت 48 لا لا هالمثل اللي عطوا وليد باك وعندهم تجربة رفيق الحريري بتفيدهم نعم شو قال وليد باك أنه نحن بدن نكون دولة حرب أو دولة دموة ازدهار بعد اليوم السجال هو كبارك تعرفي تعرفي مثلا أسبوع الماضي أسبوع الماضي أنا بالنسبة لأيلي كمتابع سياسي الحدث السياسي الوحيد من وجهة نظري هو زيارة وليد باك للرئيس أستاذ الحريري شي لها زيارة ومن في عندي انت سياسي طبعا تصير غراء زفلا مين عليك أنو هيدا سياسي مش لهيك السياسي أنا مع فلان ضد فلان مش هاي السياسي السياسي هي صناعة تسويات دائمة بعد لبنان مفكر اللبنانيين مفكرين أنو هن بصدارة اهتمامات الدول هيدا مشكلة في رأيها الأسوأ من هيك أنو بيعتبروا هنو رجال دولة هنو ما عرفوا الدولة من لك هالكار اللبنانيين جبتوا إذا ما بعملك بس عم يسعوا كمان هيك عم تظلم بالتعميم أستاذ أحمد إنو في فئات ولبنانيين يسعون بيصدق لأنو تقوم الدولة لا شعب اللبناني شعب اللبناني قدم تجاه الدولة خيالي مثلا أنت قانون منع التدخيم بالأماكن العامة هلأ أنا نسيوه نفزوه اللبنانية بدون قانون بدون عسكر هاي اللبناني بالعكس بيروح عشوه للصبح بيجي حتى بالحرب كانوا يقفو لنا الحرب من الساعة سبعة الصباح من الساعة ثلاثة بعد دوام الشغل كل ما نروح عشوه ونرجع عالباد نلبس بجوام ما يبرشوا هنا ونقض بالملاجئ بالملاجئ هنا يقفو النهار لبناني الشعب اللبناني شعب يستحق يستحق دولة يستحق إدارة غير هاي الإدارة يستحق خطاب سياسي يليق بإنسانيته وفرديته إذن عليه أن يقول ما يريد بالانتخابات بسنديق الأكتراع بل انتخابات المقبلة عليها أن يتكون كفرد خارج منظومة المجموعات المجموعات الطبايف ما بتقدم أفضل ما عندها والقبائل ما بتقدم أفضل ما عندها والمناطق ما بتقدم أفضل هاي دي أهمية بيروت العظيمة بيروت العظيمة أجت عملة بوابة لكل واحد عنده كفاءة وعنده طموح أنه يجي عبر عنهم عبرنا على هذا الموضوع من سنة 1830 للألف تسعمية وخمسة وسبعين بالألف تسعمية وخمسة وسبعين جابوا لبوريد وقتلونا وأنا أيل هذا الحقي وبعده التاريخ بعيد وكل ما طلع مجموعة بيجوا بقتلوها كل ما طلع مجموعة بتشرب حظة يعني شو عملت داونتاون دخلك روحي تفرج عليه شو عمل كان جامع اللبناني وعملت أقو ببعضهم وحيات وبدك تعملي واسطة لتلاقي محل تستوي فين جره وليس لي هلا ما في حدا طب إذا وين راحوا هدول مين بعدون مين هشلون هذا السؤال ما كانوا موجودين ونجحوا نعم اللبنانيين صنعوا قصة نجاح صار عنا ست صديقتنا جوزة طبيب من آخر الدنيا بأماركا تركت ورجعت على البلد هل تبتبكي ليلة نعم طب كل نرجو على البلد استثمروا بالبلد كنتي بالألفين واربعة مش عم تلاقي شقة تشتريها اليوم الركود يمكن كمان على مستوى العالم ليه ما بدي نذكر اليوم على الأصحاب الشأن العام ما بيقولوا أنه اليوم حصل منعطف كبير إن شاء الله الأيام اللي جاية بتفرجينا صورة مشركة أكثر يعني وبتعطينا لك أمل أكبر استاذ أحمد الغزاء أنا وقت بالحلقة انتهى اليوم حديث شيق وممتع معاك هذا الصباح شكرا جزيلا تحية لكل المستمعين ومنعتذر إذا نحنا ومنعيدهم كمان يا أستاذون شكرا شكرا لك شكرا للمشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء غدا بإذن الله شكرا للمشاهدين على المتابعة